موسيقى السلام عليكم ليس دين الله تضيقا عليك يا أشرف مخلوقات الله وما جعل عليكم في الدين من حرج كلمات ربانية مملوئة رحمة بنا نحن الذين من المفترض أننا عباد الله ولكننا من حيث لا نحتسب وبعد التفريط والتضيع نلقي باللائمة على التكاليف وأنها فوق طاقتنا وأننا نريد أن نذوق متعة الحياة ومن منعك من التمتع بالحياة بعضنا من حيث لا يشعر يحمل الشريعة انحراف فطرته عن جادة الصواب فيريد شرعا على مقاسه أبدا لم يكن هذا الدين يوما حبلا مشدودا على الأعناق بل هو رحمة كله وحكمة كله ومصلحة كله وخير كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ليس الدعوة ندعيها ولا برهان عليها بل هي دعوة تضافرت نصوص القرآن على إثباتها تلك الدعوة هي أن شريعتنا شريعة تيسير لا تعسير يقول ربنا جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج بل لم يكلفنا من التقوى فوق ما تتحمله طاقة المكلفين فقال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم جاء هذا النص تخفيفا من التكليف العظيم الذي جاء في قول ربنا اتقوا الله حق تقاته ألم يسن لنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قراءة خواتيم البقرة في كل ليلة قبل أن نأوي إلى فراشنا أو عندما نأوي وفي تلك الآيات يعلمنا ربنا دعاء يفيض بالرحمة بنا نحن الضعفاء فيقول ربنا لعباده قولوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاللهم لا تكلفنا فوق ما نطيق وقولوا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأنك يا ربنا تعلم ضعفنا دين الله قانون منضبط فلا إفراط ولا تفريط لا انفلات من التكاليف ولا تعجيز في التكاليف إن مقارنة بسيطة بين شريعتنا والشرائع السابقة قبلنا تثبت لنا رحمة الله بنا وتيسيره علينا كانت التوبة من الذنب في شريعة من قبلنا توجب على المذن بقتل نفسه كي يبرأ ويتطهر من ذنبه يقول ربنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله تعالى كانت توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد بالسيف في ديننا ولله الحمد شريعت التوبة والاستغفار بدلا من قتل النفس فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل رمل عالج وإن كانت مثل عدد ورق الشجر عالج قيل جبال ممتدة من اليمامة إلى نجد وقيل هي كل رمل متراكم وهذا كناية عن أن الذنوب ولو كانت بعدد حبات الرمل فسيغفرها الله عز وجل لنا كان دليل قبول القربات والصدقات في شرع من قبلنا نزول نار تحرق هذه القربات من صدقة أو غيرها يقول ربنا جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال بعض المفسرين قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل حزمة سنبل حنطة فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فكان أكل النار للقربان دليلا على قبوله ولم يجعل ربنا أكل النار للقرابين دليلا على القبول في شريعتنا ولله المنة وهذه صورة أخرى من صور التيسير والرحمة بالأمة فائدة هذا الذي كان دليل القبول في شرائع من قبلنا قد كانوا هم يقولون بناء على هذه القضية ما قاله الله عز وجل حاكيا عنهم إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فكان أكل النار للقربان دليلا عندهم على صدق الرسول وإن كانهم لن يصدقوه ولو وقع ذلك وقد كذب الله عز وجل مقولتهم تلك فقال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين من هنا يلوح لنا سبب من أسباب تخفيف الله علينا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أننا أطعنا أوامره وهم كذبوا وعصوا إن أمما هذا حالها والله لا يصلحون قدوة لنا فاحذروا الحديث عن يسر الشريعة الإسلامية لا يمكن استعابه في لقاء قصير مثل هذا ولكن ألخص القضية فأقول لقد شمل هذا المبدأ أعني مبدأ التيسير ورفع الحرج كل جانب من حياة الناس ففي جانب الاعتقاد والانقياد للإسلام يقول ربنا جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم لقد ظهر يسر الإسلام جليا في ترك الناس وما يعتقدون دون إكراههم على الدخول في الإسلام والقراءة المتأنية للتأريخ الإسلامي وما فيه من فتوحات إسلامية للأقطار والأمصار تجعلنا ندرك هذه السماحة وهذا اليسرى الذي تعامل به الإسلام مع مخالفيه قبل أتباعه وأن لهم ما لنا وأن عليهم ما علينا بعيدا عن الإجحاف والظلم والجور الذي اتبعه أصحاب الملل والعقائد قبل الإسلام مع مخالفهم وفي جانب العبادات نجد التيسير هو السمة العامة فكأنه الأصطف التكاليف فما أن يجد الشارع الحكيم المشقة الشديدة على المكلف في موطن ما إلا ويسعفه بالتيسير رحمة به وطلبا للخير له شرع الله مثلا لنا الوضوء للصلاة ولكنه أسقطه عن المكلفين في البرد الشديد الذي يخشى معه من المرض جعل التيمم عوضا عنه جل وعلا وأسقطه عنه يعني الوضوء حين فقد الماء أو العجز عن استعماله أو قلة الماء فشرع التيمم بديلا عن الوضوء والغسل بل أسقطت الشريعة الوضوء والتيمم عن من عجز عنهما تماما ورضي الشارع من المكلف أداء العبادة بلا وضوء ولا تيمم في تلك الحالة لو قسنا حال التكاليف الشرعية بحال التكاليف الدنيوية وإن كان قياسا مع فوارق ولكن لا بأس لنتقحم هذا النوع من القياس هنا كثير من الناس يعمل موظفا في وظيفة حكومية أو أهلية وعلى كل حال فالموظف مطالب بأداء وظائفه التي يأخذ لقاءها معاشه الراتب وحين يمرض فالشركة تمنحه إجازة مرضية مؤقتة فلو طال مرضه جدا أو استعصى شفاؤه فالغالب أن الشركة تعفيه من الوظيفة وتوظف غيره والله جل جلاله لا يعفينا من صفة العبودية حين عجزنا بل يجري لنا الأجر كأننا نؤدي ما علينا بهذا جاء الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يقول ويعمل صحيحا مقيما وأحيانا نجد بعض الدوائر الرسمية لا تسقط الواجبات الوظيفية عن الموظفين وهذا نراه كلنا اليوم في حال التعليم الذي فرضه علينا هذا البلاء المبين كوفيد 19 فلم يسقط التعليم وإنما نزلوا من عتبة التعليم المباشر إلى عتبة التعليم عن بعد فخففوا على الطلبة والتدريسيين لما وجدوا أن التعليم المباشر فيه خطورة وربما يكون مهلكة فانقاد الموظفون لهذا التخفيف ولكنهم لم يقولوا لماذا لا تسقط الحكومات عننا هذا العمل تماما في هذه المدة هذا حالنا مع الوظائف الدنيوية فلماذا نجد البعض عندما تكون هناك مشقة خفيفة في تكاليف رب العالمين يتذمر ويقول لماذا لا تسقط عننا التكاليف فنحن متعبون ومجغولون لماذا نجعل حقوق ربنا أهون الحقوق فنسعى إلى إسقاطها كلما مررنا بعسر أو ضائقة يمكننا الصبر عليها وتحملها دون أن يصيبنا ضرر علما أن مظاهر التخفيف قد لحقت كل التكاليف بلا استثناء الصلاة التي هي عمود الدين أجاز الشرع للمكلف أداءها في أي مكان أدركته فيه وأجازها للمريض بالهيئة التي يستطيعها قاعدا أو على جنبه أو حتى بالإيماء برأسه ولما كانت فريضة الصلاة مما يتكرر في اليوم خمس مرات أسقطها الله عن الحائض والنفساء ولما علم المشقة التي قد تصيب المسافر وضع نصف الصلاة الرباعية عنه ماذا ينتظر المكلفون تخفيفا أكثر من هذا الزكاة التي فرضها الله على الأغنياء ولم يلزم الفقراء بها بل جعلهم هم الذين يستحقون أخذ هذه الزكوات أليس هذا تخفيفا عن فقراء الأمة فرض الله الصيام شهرا واحدا في العام يعفى من صيامه المريض والمسافر من به عجز أو زمانة على أن يقضيه بعد ذلك أما غير القادرين على الصيام لعجز مثلا فعليهم الفدية بدلا عن الصوم أما فريضة الحج فيكفي فيها يسر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحج فرض على المستطيع ماديا وبدنيا ومن القواعد الكبرى في فقهنا المشقة تجلب التيسير كل ما عليك أيها المكلف هو أن تسأل أهل الذكر قبل أن تحكم بصعوبة التكاليف فالشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير ورفع المشقة والحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي الحديث إنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة رواه الإمام أحمد وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر أليست هذه الأدلة كافية للدلالة على أن الشريعة جاءت بالتيسير فلا تتهمها بالتحسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه خبر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه فيقول له صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا الزور الضيفان فيقول له صلى الله عليه وسلم بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن بكل حسنة عشر أمثالها يقول له صلى الله عليه وسلم فإن ذلك صيام الدهر كله يقول عبد الله بن عمر بن العاص عن نفسه فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهري انظروا بعد ذلك ماذا يقول عبد الله فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم إن شريعة جعلت الاستطاعة على الفعل شرطا للتكليف لم تكن لتعنتنا لم يكلفنا الله عز وجل إلا بما نستطيع فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ونهان عن التشدد الذي يسبب المشقة ففي الحديث وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ الحديث عند البخاري وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ بن جبل وصاحبه حين أرسلهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا والحديث في البخاري أيضا فالحمد لله على نعمة الإسلام ثبتنا الله جميعا على هذا الدين على الرغم من تلك النصوص التي خففت عن المكلفين ورخصت لهم نجد من حمل نفسه على العزائم من التكاليف لأنه رأى أن مصلحة دينه مقدمة على مصلحته الشخصية وراحته الجسدية لنتأمل معا موقف الإمام أحمد في زمان الفتنة التي امتحن بها عليه رحمة الله كلنا يعلم أن الله أباح لنا نحن المكلفين أن نطق بكلمة الكفر إذا كنا مكرهين إذا أكرهنا على ذلك إكراها يؤدي إلى إزهاق أرواحنا مثلا أو إتلاف عضون من أعضائنا بشرط أن تكون قلوبنا مطمئنة بالإيمان يقول ربنا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلما جاء يحي بن معين إلى الإمام أحمد بعد انقضاء فتنة القول بخلق القرآن وكان يحي بن معين رحمه الله قد أجاب في هذه الفتنة بكلمة بقصد التخلص من هذا الأذى الذي قد يصيبه والإمام أحمد امتنع عن محادثته تأنيبا له فالإمام أحمد لم يعتبر ما وقع ليحيى سببا للترخيص له بل هجره على هذه الكلمة فقال له يحي بن معين عمار بن ياسر أكره على كلمة الكفر ونطق بها ومع ذلك لم يرخصته الإمام أحمد لأنه يقول هذه الأمور ترجع إلى تفاوت الناس ومراتبهم فمن الناس من لا يتكلم بكلمة الكفر ولا أكره وقال ليحيى عمار قال مررت بهم يعني بالكفار وهم يسبونك يا رسول الله فنهيتهم فضربوني وأما أنتم فقيل لكم نريد أن نضربكم فأعطيتم الكلمة ولما تضربوا فعمار ضرب وأنتم قيل لكم ستضربون لذلك لما جاءه عبد الرحمن بن المهدي وقال له وقت الفتنة وهو يعذب يا أبا عبد الله عندك عيان ولك صبيان وأنت معذور كأنه يسهل عليه قضية الإجابة وإعطاء الكلمة فقال له الإمام أحمد إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت يعني إذا كنت ممن يبحث عن رخصة فأنت مرتاح تمام هذا الترخيص ولك أن تعمل به لكن أنا لا أريد ثم قال له أخرج فانظر قال لي عبد الرحمن بن مهدي قال فخرج عبد الرحمن فرأى طلاب العلم معهم القراطيس والأقلام يكتبون كل ما يقوله الإمام أحمد فقال الإمام أحمد لعبد الرحمن أأضل كل هؤلاء كل ما أقوله الآن سيكون لهؤلاء اعتقادا ودينا فوالله لا أضل الناس على حساب راحتي فصابر وظفر حتى قيل وقال الله الإسلام بأبي بكر في حروب الردة وبأحمد في فتنة خلق القرآن أتينا إلى فقرة الأسئلة التي يكثر السؤال عنها سائل يسأل فيقول مات شخص من أقاربي واجتمعنا في بيته بعد وفاته فقام أحد الحاضرين بتوزيع أجزاء القرآن علينا بهدف ختم القرآن لهذا الميت فهل هذا جائز؟ وهل يصله ثواب قراءة القرآن؟ والجواب أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يعني عبد الله بن المبارك أنه قال ليس في الصدقة خلاف يعني في أنها تصل يعني في أن ثوابها يصل إلى الميت واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال التطوعية كالصيام عنه يعني عن الميت وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك يعني هذه حصل فيها الخلاف أما ما تقدم ذكره فبالاتفاق وذهب أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك هذا فيما يخص وصول الثواب إليه إذن ثواب ختم القرآن يصله أما ما يخص الختمة الجماعية فنقول قراءة جزء من القرآن وإهداؤه للميت لا حرج فيه إن شاء الله وإذا أهدى المسلم ثواب عمله الصالح لغيره فالثواب لمن أهدي إليه ولكن يرد السؤال هل يثاب المهدي أم لا؟ فالجواب يثاب إن شاء الله كل من المهدي والمهدى له وفضل الله في ذلك واسع والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة